بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا حاليا عندي ثلاثة تسئلة إن شاء الله راح يقراها لكم وراح أجاوب عليها في التفصيل الممل أخبرني عن مشكلة دراسية أو مهنية أو أسرية أو نفسية أو مالية صدفتك وانت استطعت حلها بعون الله تعالى أمانتها المشكلة مزيج بين المشكلة الدراسية والمشكلة النفسية المشكلة واجهتني مع مدرس اللغة الإنجليزية وأنا في المتوسط تحديداً في ثالثة متوسط المدرس كان سيء جداً في التعامل يلجأ إلى الضرب لدرجة أني كرهت الإنجليزي ومادة الإنجليزي ولا أحب أني أنا أحضر عنده ولجأتني أنا مراتيني ما أداوم بسبب التعامل السيء يعني راح أطيكم بعض الأمثلة من ضمن الأمثلة اللي كان يسويها أو المشاكل اللي كان يسويها وأثرت فيني نفسياً خليني أقرأ فقرة وتأتي وأنا قاعد أقرأ الفقرة جهلاً مني لأن أنا ما عرف الكلمات لحد الآن أو ما عرف تصاريف الأفعال ويضحك يقول لي اللغة الإنجليزية مو مخلوقة لك أنت إنسان جاهل في اللغة الإنجليزية وما راح تقدر تنجح ولا راح تقدر تتكلم في اللغة الإنجليزية أنت هذا حدك وهذا مستواك ويخلي الصف نفسه يضحك علي أجيب أتكلم ساعدني عاوني يمين ويسار لا في ناتج ولا في فائدة المشكلة واجهتني مثل ما ذكرت لكم وأنا في المتوسط طلعت من المتوسط رحت الثنوي طلعت من الثنوي رحت التطبيغي في جميع هذه المراحل أنا صاقط في الإنجليزية أنجح الحفة بالمتوسط دور ثاني أخذ الدور الثاني أنجح الحفة بالثنوية دور ثاني أخذ الدور الثاني أنجح الحفة الموضوع ما أدريش صراحة إن شاء عديت المرحلة الدراسية هذه كانت وفوقها كانت تطبيغي كيف استطعت حل المشكلة بعون الله؟ بعد ما تخلصت تطبيقي بفضل الله وخذيت شهاتي من التطبيقي وتوظفت قررت أني أنا أدخل في القطاع الخاص فدخلت في القطاع الخاص تحديدا في إحدى الشركات الاتصال توظفت بيئة العمل كانت جدا مختلفة زملائي في العمل كلهم يتكلمون إنجليزي زملائي في العمل كلهم عندهم شهادة شهايدهم من بكاليريوس إلى ماستر أنا الإنسان الوحيد اللي كانت شهادتي دبلوم قاعدت موظفي الشركة سنتين حلم حياتي كل ما أقعد من النوم أني أنا أكمل دراستي وأني أنا أحسن لغتي الإنجليزية وبفضل الله قدرت طبعا التفاصيل هذه راح أطلكم إياها في السؤال الثالث اللي هي ما هي العوامل التي مكنتك من حل المشكلة بعد الاستيعانة بالله تعالى العوامل يا أخوان اللي مكنتني بعد الاستيعانة بالله تعالى قررتيني على عجلة ثانوية تحديدا عجلة ثانوية مع حديني تحسين نسبة وتخرج في نسبة تسعين بفضل الله أو دخل جامعة الكويت تحديدا تخصص اللغة الإنجليزية وتحديدا تخصص التربية باللغة الإنجليزية أول ما طلع قبولي قررتني أنا أسافر أروحي لبريطانيا رحت بريطانيا قاعدت في بريطانيا ثلاثة أشهر دخلت دورات خلطت مجتمع دخلت معاهد بفضل الله ومجهودي ودعاء الوالد والوالدة الحمدلله ورب العالمين خذيت شهادتي من بريطانيا وتحديدا في منطقة اسمها ليدز نسبتي كانت ثلاثة وتسعين من 100 في اللغة الإنجليزية وأنا حاليا قاعد أصور لكم الفيديو وأنا على مشارف أني أنا أتخرج من جامعة الكويت بإذن الله تعالى اللي بوصل لكم إياه إن شاء الله يا أخوان مهما واجهتكم أي مشكلة في حياتكم استعينوا بالله تعالى وتوكلوا على الله وما في شيء اسمه صعب في هذه الحياة شكرا لكم